السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أبنائي وبناتي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيدية لطلابي وطالباتي المبدعين في الصف الثاني تأهيلي فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا المواطنة الرقمية إذن أبنائي وبناتي في البداية نذكر معا قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية حتى أستفيد من مشاهدة دروسي عبر قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي وأعود بالفائدة هل هي أولا عند مشاهدة دروسي أن أختار مكان مناسبا للتعلم بعيدا عن الطجيج بعيدا عن التجمعات حتى أكون بكامل تركيزي وانتباهي للدرس أيضا تكون لدي معرفة مسبقة بالجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو معنى أبنائي وبناتي عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي أستعد وذلك تجهيز كتابي المدرسي جميع ما يرزمني أثناء الدرس أو أثناء مادة مهارات رقمية يكون بقرب مني قبل بداية الدرس بعد ذلك أبنائي وبناتي أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أخيرا أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء أموركم في حال كنتم تشاهدون من منازلكم نطلب منهم تقديم المشاركة والدعم والتوجيه إذا لزم الأمر عنوان درسي هو المواطنة الرقمية الهدف العام من هذا الدرس هو أن يتعرف الطالب والطالبة على آداب المواطنة الرقمية هداف التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها أولا أن يذكر الطالب والطالبة ميزة الأنترنت ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة آداب المواطنة الرقمية ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة ما هي الملكية الفكرية أخيرا أن يذكر الطالب والطالبة السلوكيات الخاطئة في التواصل عبر الأنترنت إذن المواطنة الرقمية أبنائي وبناتي هو عبارة عن شخص يعني هذا الشخص يمثل المواطنة الرقمية كيف أنه يستخدم تكنولوجيا المعلومات يعني هذا الشخص هو يستخدم الشخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل ماذا؟ من أجل الانخراط بفعالية والمشاركة في المجتمع الرقمي إذن هو رغبته أنه يكون مشارك عضو فعال في المجتمع الرقمي وشؤونه الاجتماعية والسياسية كذلك والدينية مع ماذا؟ مع رفض التسلط يعني هو يبدأ رأيه يسمع آراء الآخرين دون أن يتصلط دون أن يستخدم القوة في فرض رأيه وإنما يشاركهم الحوار يشاركهم الآراء يستمع إليهم يحاورهم من خلال المجتمع الرقمي على شبكة الأنترنت أبنائي وبناتي إذن ميزة الأنترنت أنه أصبح يتاح لنا أنه ماذا؟ التفاعل مع مجتمع رقمي ماذا يعني مجتمع رقمي؟ أي قد يكون الأشخاص لا يبتون نصلة وإنما جميع هؤلاء الأشخاص يتناقشون بموضوع سواء كان اجتماعي سياسي ديني من خلال ماذا؟ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال شبكة أو المواقع الاجتماعية الموجودة على شبكة الأنترنت إذن هؤلاء الأشخاص الذين يشتركون في هذا المجتمع الرقمي يطلق عليهم مسمى المواطن الرقمي إذن نعرف أنه الأنترنت أبنائي وبناتي عبارة عن مكتبة مليئة بالمعلومات إذن هذه المكتبة تسمح للجميع بالحصول على المعلومات الموجودة بداخل أيضا الدخول إلى هذه المكتبة ولكن هناك شرط في استخدام المعلومات الموجودة في هذه المكتبة اللي هي مكتبة الأنترنت ما هو هذا الشرط؟ إنه إذا كانت المعلومات مسموح لنا إذا كانت المعلومات مسموح لك تاخدينها يكون الناشر سمح لك بنشرها إذن يحق لك أخذها إذا كان الناشر لا يسمح فأنت لا يحق لك نقل المعلومة أبنائي وبناتي إلا بماذا؟ بإذن وتصريح من الناشر نفسه طيب نطلق مع بعض ونشوف إنه الإنترنت هو عبارة عن مكتبة كبيرة كما قلنا مليئة بالمعلومات معظم هذه المعلومات متاحة للجميع يعني الجميع يستطيع الوصول إليها ولكن أنه إيش؟ هناك معلومات محمية ماذا يعني محمية؟ محمية بحقوق نشر يعني أنا نزلت هذا المقطع الفيديو ما أسمح الأحد يأخذها نزلت هذه الصورة أنا حميتها ما أسمح لأي شخص يقوم بنشرها بمعنى لا يحق لأي شخص استخدامها لأي غرض كان أنه لأني أنا حميتها موجب حقوق النشر إلا بإذني يرجع لي قبل ويستأذم مني هل أسمح لأنه ينشر هذه الصورة أو ينشر هذا المقطع الفيديو أو ينشر هذا المعلومات أو هذه المدونة إذن نسمي ذلك لها اسم يطلق عليه ماذا؟ حقوق ملكية فكرية ماذا يسمى؟ يسمى بحقوق ملكية فكرية أبنائي وبناتي إذن تسمى بحقوق ملكية فكرية حقوق الملكية الفكرية تعني ماذا؟ أنه هناك معلومات محمية بموجب حقوق منع النشر وأنه ما يحق لأي شخص ياخذها أو ينشرها اللي يستأذن من النشر نفسه صاحب هذا الحق الفكري أنه سواء صاحب الحق في الصورة أو صاحب الحق في مقطع فيديو أو الخبر أنه ما يحق لأي شخص يتناقل إلا بإذن من النشر في حال قمت أنا بنشرها إذن أنا هنا أنا مواطن رقمي غير واعي وقاعت ضحية لجريمة إكترونية لأنني قمت بنشر معلومات محمية تخيلوا أن هذه هي معلومات أو هذه المعلومة اللي أنا قمت بنشرها محمية بحقوق ملكية يعني هناك في شخص رح يطالبني في حال أنا قمت بنشرها سواء كانت صورة هو قام بنشرها أي شيء تقتقع ضمن حقوق الملكية الملكية الفكرية أيضا في حال أبنائي وبناتي الأشياء التي تقع ضمن حقوق الملكية الفكرية أنه مثلا نفرض مثلا خلونا نقول مكاني مركز تجاري يمنع فيه التصوير مركز تجاري يمنع فيه التصوير قمت بتصويره ونشرت الصورة أنا هنا أتعرض لماذا؟ لي أنه أنا خليت بموجب حقوق الملكية الفكرية إذا ممكن أتعرض لجريمة معلوماتية بسبب أني قمت بنشر شيء دون إذن الناشر دون صاحب هذا المتجر اللي طلب من أنه ممنوع التصوير ومع ذلك أنا قمت بالتصوير ونشرت إذن هنا أنا قد تترتب على ذلك عقوبة يا أبنائي وبناتي لذا نحذر من هذا التصرف في حال كان هناك مكان ممنوع التصوير ألتزم بالإجراء ما نصور ولا ننشر في حال مثلا غلطنا أصورنا مثلا نعتبرها صورة شخصية نحتفظ فيها ما ننشرها حتى لا نقع ضحية لجريمة معلوماتية إذن الجريمة المعلوماتية أبنائي وبناتي أتقى على الجميع دون استثناء أي شخص يخل بالنظام أنا الآن كمواطن رقمي أستخدم الانترنت يجب أن يكون لدي وعي بالقوانين والأنظمة التي تخص المواطنة الرقمية إذا كانت هناك معلومات محمية بحقوق نشر منع منها التصوير أو منعت من النشر إذن علينا أن نلتزم بهذا الإجراء ماذا نفعل؟ لا نقوم بنشرها نهائيا حتى لا نقع ماذا؟ في ضمن جريمة معلوماتية وعاقب عليها طيب عند استخدام الانترنت أبنائي وبناتي علينا مرعاة الآتي لا تنشر محتوى يسيء للآخرين ماذا يعني لا تنشر محتوى يسيء للآخرين؟ أنا عند استخدامي الانترنت قلنا أنه من ميزة الانترنت سهل تبادل المعلومات بسهولة ويسر مثلا أنا كنت في مكان وشاهدت مثلا أشخاص يضربون شخص مثلا عندما عام المدرسة وقمت بتصويرهم إذن سواء أنا كان قصدي أبغى أنقض هذا الولد اللي جالس ينضرب عشان يعاقبون هو أولاء المتمردين أو المتنمرين فأنا ما يحق لي أقوم بنشرها إذن علي أن أرفع هذا المقطع الفيديو فقط إلى الجهات أو تسليمه إلى الجهات المختصة دون أبنائي ومناتي دون نشرها لأن فيها إساءة للآخرين سواء للشخص اللي قاعد يتعرض للضرب ويهان أو أنه فيها تشهير لذؤ هؤلاء الذين يقومون بهذا التصرف السيء وأنا هنا لست شخص يصدر قانون يعاقب باسم القانون إذن علي أن لا أنشر أي محتوى يسيء للآخرين بأي شكل من الأشكال سؤال سريع حتى نكون على وعي أنه من الشخص الذي نطلق عليه مسمى المواطن الرقمي ضع المؤشر على الصورة التي تمثل المواطن الرقمي أي شخص هو يمثل المواطن الرقمي الذي يستخدم الأنترنت أم الشخص الذي يرسم ويلون يستخدم القلم والألوان العادية أحسنتم المواطن الرقمي قلنا شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات حتى ينخرط في مجتمع رقمي ويشاركهم مواضيعهم سواء اجتماعية دينية سياسية وصلت معكم أبنائي وبناتي إلى نهاية درسنا لقاكم على خير بإذن الله وأستودعكم الله معكم معلمتكم منالة صالح الغريب